أهلا بكم مجدداً قال ستيفان شنيك المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا أن تهريب الكيبتاجون من سوريا آخذ في الارتفاع والإنتاج والاستهلاك كلام شنيك كان خلال تصريحات أدلها لصحيفة النهار اللبنانية المزيد مما قاله المبعوث الألماني مع الزميل جمال بشاش إليك زمال نعم يا را شكرا لك نعم مشاهدينا ما تزال قضية الكابتاجون القادم من سوريا تؤرق الأوروبيين كما تؤرق غيرهم وهو ما ظهر بتصريحات المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا ستيفان شنيك حول تصاعد تجارة المخدرات وصناعتها في سوريا شنيك قال إن حجم تجارة المخدرات في سوريا ضخم جداً حيث يقدر وفق أرقام الحكومة الألمانية بين 5 مليارات إلى 10 مليارات دولار وهذه الموارد المرتفعة التي تديرها تجارة الكابتاجون هي ما يصعب من مهمة مكافحتها المبعوث الألماني اتهم بشكل صريح إيران بالقيام وراء هذه التجارة بمساعدة نظام الأسد والهدف وفق شنيك هو تمويل الميليشيات والجماعات الإرهابية التابعة لهم مؤكداً أن طهران تحتاج لتجارة الكابتاجون من أجل هذا التمويل المسؤول الألماني أكد في اتهامه لإيران بالوقوف وراء تجارة الكابتاجون بيادة في زعزعة دول المنطقة والضغط على جيران سوريا مضيفاً أن هناك حاجة ملحة لإيجاد طريقة فعالة تكافح إنتاج الكابتاجون وتهريبه واستهلاكه أخيراً تحدث شنيك بأن هناك تعاوناً وثيقاً بين ألمانيا والأردن والعراق خصوصاً فيما يتعلق بكشف عمليات التهريب والآن مشاهدين عودة للزميلة يارا لاستكمال النقاش إليك يارا شكراً جزيلاً لك جمال على هذه التفاصيل وينضم إلينا حسن الشاغل باحث في مركز الأناضول لدراسات الشرق الأوسط من اسطنبول مرحباً بك سيد حسن إذن هذه التصريحات للمبعوث الألماني ربما كلنا على اطلاع سابق فيها لكن ما الذي ستعنيه على المدى البعيد؟ هل سيكون هناك تصرفات حازمة من دول الاتحاد الأوروبي للحد من هذا الاستهلاك والإنتاج والتصدير كما قال؟ بداية مثل خير لكم والأستاذة المشاهدين طبعاً الحد من انتشار تجارة المخدرات في سوريا أنا أعتقد أنها صعبة جداً لأن من الصعب على أي دولة في العالم في الوقت الحالي أن تستطيع أن تضبط الحدود أي أن كانت أو أن تستطيع أن تضبط أي شحنة دولية قد تذهب إلى أي دولة في العالم على سبيل المثال النظام عندما ينسل الشحنات إلى الدول المجاورة تلك الدول تصادر العديد من الشحنات لكن لا نعلم كم شحنة وصلت إلى الهدف عملية الضبط للحدود إلى حد هذه اللحظة هي عملية صعبة جداً حتى دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال لم تستطع لحد هذه اللحظة أن تضبط الحدود بغية عدم تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى الآن هذه المهمة صعبة لكن النظام في الفترة الأخيرة يحاول بشدة الوسائل أن يضاعف من تجارة المخدرات والكروبتاجون بشكل كبير لأنه يعيش أزم اقتصادية حقيقية تدفعه إلى الاعتماد أكثر على تجارة المخدرات والكروبتاجون في السابق كان النظام يعول كثيراً على أن تدخل إلى سوريا مساعدات دولية مالية أن يكون هناك مشاريع تعافي مبكر لكن إلى الآن لم تظهر أي من هذه طيب عن التنسيق الذي تحدث عنه شنك بين العراق والأردن وأوروبا يعني بأي سياق أو كيف سيكون هذا التنسيق ما هي طريقة هذا التنسيق هل هناك طرق تبال حديث عنها سابقاً نعم التنسيق قد يكون أمنياً وعبر تقنيات تكنولوجية طبعاً الأردن في الفترة الأخيرة أصبحت بدعم من الدول الغربية وخاصة دول الاتحاد أوروبي أن تستخدم طائرات للدرون هذه الطائرات من الممكن أن تحلق في السماء لمدة 24 ساعة من أجل عمليات التصوير لكن إلى الآن هذه التقنيات لم تفلح في أن تضبط الحدود بدرجة كبيرة وأيضاً هناك تقنيات أخرى تكنولوجية تم استخدامها مثل تقنيات الاستشعار لكن أيضاً لم تكن كل هذه التقنيات لجدوى عالية هناك تنسيق الأمن أيضاً بين تلك الدول لكن على ما أعتقد عدم وجود قوات أمنية أو قوات دولية في المنطقة المحاذة إلى سوريا أيضاً يصعب من هذه المهمة تقصد أن التنسيق قد يكون بوضع قوات خاصة أجنبية وليس فقط من القوات العربية على الحدود من الممكن أن يخفف من شريان الضخ لهذه المخدرات؟ أنا لا أعتقد أن بأي وسيلة يتم استخدامها إن كانت تكنولوجية أو بوضع قوات أجنبية أو حتى شركات أمن من أجل ضبط الحدود سيكون هناك صعوبة أولاً بسبب أن الحدود طويلة جداً والأساليب التي يستخدمها النظام في التهريب هي أساليب منتنوعة جداً صراحة فهذا الموضوع والضغط الاقتصادي الذي يعيش النظام يجعل من الصعوبة أن يكون هناك الحد من عملية تهريب المخدرات من سوريا الحل الوحيد هو الضغط على النظام الضغط على الجماعات التي تعمل على صناعة المخدرات والتي هي تحت الحماية النظام صراحة وقوات إيران وحزب الله لكن بما يتعلق بهناك تصريحات من قبل الشنيك وأيضاً من قبل كثير من مراكز الأبحاث والدراسات التي تحدثت عن موضوع الكبتاقوم بالفترة الأخيرة كم يستفيد النظام اقتصادياً منها كذلك الطرف الإيراني كان هناك حديث أن إيران تحتاج لتجارة المخدرات لتمويل ميليشياتها وبالتالي هي الشريان الذي يبقي الوضع كما هو عليه للنظام وإيران في سوريا ولا يوجد أي تطور في أي ملف هل الممكن أن يكون هناك هل أنت تقصد اليوم بكلامك أن الأمل انفقد في هذا الاتجاه أم سيكون هناك ضغوطات دولية أكثر بما يتعلق بملف المخدرات يعني حزب الله من قبل النظام يقوم بتجارة المخدرات وصناعتها وإنتاجها وإلى ما هناك ولم يستطع أحد إيقافه وبالتالي اليوم النظام يمشي على ذات الخط في السابق حزب الله كانت تجارة المخدرات التي يمارسها هي بسيطة جدا مقارنة بتجارة المخدرات التي يقوم بها النظام في الوقت الحالي أريد أن نوه إلى نقطة في غاية الأهمية النظام يعوّل كثيرا أو بشكل كبير على تجارة المخدرات لأن عملية إنتاجها وتمويل المشروع بشكل كامل عند النظام هو منخفض التكلفة مقارنة بالأرباح التي يجنيها من تجارة المخدرات فهو يصدر ملايين الحبوب من الكوبتاغون يصدر على ما أعتقد حسب تقاريمات الكيلوغرامات من المخدرات إلى الدول المجابرة ولكافي الدول العالم هذه الكميات المصدرة يجني النظام من وليها مليارات الدولارات يعني أنا أعتقد أن ما جنهه النظام من تجارة المخدرات أكثر مما جنهه من العديد من قطاعات التجارة والصناعة في سوريا النظام في الوقت الحالي لو لا أنه يعيش حاليا من الضغط الشديد وأزم اقتصادية كبيرة لم يكن يجرع على زيادة في عملية تجارة المخدرات وتصدير المخدرات بشكل كبير هو في السابق كما ذكرت كان يعول على أن المصالح العربي أو تطبيع العربي مع النظام قد يجني منه بعض التمويل وبعض المساعدات المالية ولا سيما من الإمارات الإمارات إلى حد هذه اللحظة مولت النظام بمساعدات مالية وأيضا مساعدات إنسانية هناك بعض تخاف من عقوبات أمريكية أو أن يكون هناك ردة فعل أمريكية إذا أبدت مساعدات مالية إلى النظام كل هذه الأمور وبالأخص أن إلى الآن النظام يعيش أزم اقتصادية شديدة لم يعد بسوريا أي شيء يمكن أن يخصصه أو أن يعطيك استثمار للحلفاء للحلفاء من أجل أشكرك جزيل الشكر حسن الشاغل باحث في مركز الأناضول لدراسات الشرق الأوسط كنت معنا من اسطنبول شكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين إلى هنا تنتهي محاورنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة